خلونا دلوقتي نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فدار الإفتاء المصرية أعلنت أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك وبكرة الأربعاء هو بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر وبهذه المناسبة الكريمة تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية متمنية له دوام صحة والعافية كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان دعية الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار ذهاب دور ربع نهائي لبطول الدوري أبطال أوروبا هيلتقي منشستر سيتي الإنجليزي مع ريال مدريد الأسباني في التاسع ليلا في نفس التوقيت هيلتقي أرسنل الإنجليزي مع بارن ميونيخ الألماني النهاردة العشاء الكرة المصرية أيضا موعدهم مع مباراة قوية في إطار الجولة التمنى المؤجلة من الدوري حيث تجمع مبين بيراميد سوالجونة في العاشرة مساء